امريكا والسعودية بالحلب والابتزاز ومزيد من الحلب نعم ركوا تشوفوا ان شاء الله تبارك وتعالى صافي عندما يسألك احد الفقراء المساعدة في العيد الاضحار يجوز لنا القول له بان الرسول صلاة وضحى على الفقراء هذي قضية تعال التسول وذاك شاركوا تشوفوا بعض بعض الفيديوهات وصلوه ركتشوفوا احدها في بركان ركوشته يعني كانت جات فينا تطلب وصاب وعندها كثير جملة يعني كان ابنتي روح يتروحي لبلادك الله يعديك وديتي هذا الشي روح يتروحي فهذا القضية تعال التسول والعياذ بالله اصبحت حرفة من الذي يجابهوها في الحق شكول يجابها من من الذي يجابهوها شكول هي السلطات يخص تكون عندما مفتش تكون عندما يقولون شرطة الاداب هي تبقى تتبعها ما تشيه وش انت ياتي ياتي تبقيت الطلبة يحتاجتوا عند قاعد العدد وتبقى عدد زي دي غير الطلبة يخسبين منعوهم احنا ما عندناش الحق مش نقونا سقصي ولا نتبعوه ما عندناش الحق هذولي كيجو وتطلبهو هنا وتطلبهو هنا ولكن وش ما كايش الناس اللي محتاجين كايش الناس محتاجين المغرب فيه اللي مش يمحتاجين فيه الملايين الممليونة اللي ما عندوش باش يشيري لتاي مش يلعيد وشوفوا غيف بعضكم انتم مع بعض فيكم ش مرفة هنا انا يباليف لوجوه انتعكم مكاين غير مزلوط عدخوه انا هو المخير فيكم انا اللي نجيلكم الدرس انا هو المخير انا اللي ري موظفه عندي عدد المنضة ديال اللي انتقعوا وما كل شي يتبانوا لي يمكنين لذلك اللي عندو اللي حياة كسي ايوه تخيل انت الله يرحملك الواليد ولذلك الفقراء كاين وما كاش غير مكاركري يقدروا يعيدوا ولا ما يقدرش ما يقدروش غير المنافقات صغيرة ما يقدرش فينا عاد كاين اللي يسمح في المرض دياله ما يشريش الدوا والمرض ديال والده ما يشريش الدوا والدقيق ما يشريش ويمشي عند المبليس يبيعوا والتلفزيون يبيعوا باش يعيد يوني اسمعت تاسيدي ولذلك يقول لك اودي الله جزيك بخير واش من يجيك الفقر يقول لك في سبيل الله وتقول له تقول له مثلا راه الله راه النبس اضحار الفقراء هذا الكلام هذا ما غديش يسمعلك وصاحب الحاجة اعمى صاحب الحاجة اعمى لانه ما عندوش الوقت باش يسمعلي كنت بقى تشرح له انا مني يجي وعندين عيان قول لي واسمعلي بعدين اسمعلي احتنا نقول لك واسمو كاين باش ما يسمعلكش لانه راه مغلق اذيك الحاجة انت اغلقت عليه عقلا وراه جايب التصور مصور من هيبها انا هو اللي راه عندي الميزانية انت على امام المتعينة غادي نحاسبها منظر بضيب القيامة اللي يمشي عنده وخه يقول له عند النهاري يقول له اسمو كاين نهاري انت اللي زفتك عندي وش اغلق الكرا يعطيه المحسنين قلت له ادي يجي وريني المحسنين اللي يعطاني شي ضر وش ياندي يالله انا المحسنين قعمة معرفهمش وما عندي من دير انا يبدي كل مرفين انا عندي قلسة ما امسكين خير لي معا قلسة ما معملة ما بغيتهمش هذو كنا واخي بغيهم الله تعالى انا ما بغيش نتلقى معهم انا نتلقى معا انا نتلقى معا شي واحد انا مني كنت في الجامعة الفين وحده شل تحت كانت يعطوني شي ورقة اعرضها على الجامعة نقولهم ها هو السيد اما باش نمشي الى حد شي واحد نقول له كذا وكذا هذي لا يلقوا بي وما نديرهاش ولو كانت نحل للارض وما نديرهاش يعني كان يقولها دائما لكن صاحبه جدا اللي كل نهار يقول له يجي بالحالة المدنية مسكين اه ما اعبا يجي بالحالة المدنية ويجي مقودينه وماذاك رو عند النهارة راه يسجل اللي يعطي الخرفة نشكيه من الله على حقشنا نتحرج لكون يجي غيم دايته الرأس وما كان مشكة رو عند النهار رو عند النهار رو عند النهار حشو ما عليكم جات لقيتة اللي نقول حشو ما عليكم ماذا حشو ما لا باشي اسمه اسأل الله ان يقيض ما فيه الخير المسجد اللي نمشي تماما ونبقا نقول لي بغا والله ما نمشي اقسم بالله واخي يبلعوا حتى هذ المقرات وما نقش ندير كيما بكري اقسم بالله لا راني راضي باللي راضي بها ربي صلاة ما بعد شي لان هذا الدين ماشي شي تنصره لي في الجامعة ولا انتا ولا ينا ولا ينصروا ربي اقل لا اروحك انتا انا غيب ويتني يقول لكم جات المناسبة انتو ما ماشي انتو ما اللي ركو يديروها ولكن انا نقولها لكم هذو اللي را ميجوا عندي دايما يقولوا اللي را مصفتون عندك هالنهار اللي را عندك يخلوني انا موحرش وما يتيقوش يقول الحمد لله رحمة لكم هره واشكون هات الشيء له الله يهديك لا 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 اروح تمشي معايا عاد نمشي معاك زي دا عاد الوقت باقي لعاد شي وقت باش نمشي معاك انتو يا عاد هناري عندي خدمتي اخرى عندي خدمة عندي خدمة انا مش غول بالدعوة انا انا هي نقرأ النهار كامل نقرأ الرضع استغفر الله هذي السيدان ربي يصير انا الوقت نتعي ما عنديش عاد نخرج معاك ولكن ما اديروه ما اديروه نيش هكذا إلا عندو شي واحد شي فلوس اعطاني يقول لهم انا النهاري نعطيت واحد ستين مليون روحوا عن دوره نعطيت ستين مليون يجي وديروا التون نعطيهم ستين مليون دينا بصح يجي هو لا وذلك هذا اللي كانت تقول اسمحنا استرفت ما يكتمل هذي وهذا ذلك اللي يقول لك اعطاني وتقول له ودي الرسوس الله عصد المراهة عيد عليكم مراهة ما يسمع عليكش ولذلك انا كان يقول للشباب الطيب المبارك في كل حي يجتمعوه وشوفوا الناس اللي ميقدرش يعيدوه وراهة الناس ان شاء الله غيبت ديور بيغاد يعاونكم رهانان عرفانا الحيين تعنا والله ها سديدوك الشباب مساكين غير يتوكلوا على الله حتى واحد ما يبقى بالعيد عندي في ذلك اللي لاحية تعمروه شي واحد خرج بالعيد مساكين هكذا يتعاونوا ويديروا ويجريوا وكذا وكذا واربي سهل هكذا يخص الناس يتير صافي وش ما بدي قول استلفات منك مساكين لو ان الزكاة كانت تعطان لما وصلنا الى عدد نعم نعم يعني لو ان الكبار انفقوا حتى يعلموا باستانهم تكون يختارون بيه ولكن الكبار غافلين شكوهما الكبار هم يعلمون انفسهم شكوهما الكبار لا الكبار هما الاغنية رك تقول لي واش تعرف عندنا في وجدة الكي اللي عندو ستين مليار سبعين مليار ميتين مليار في وجدان ملايرية عندنا يخرجوا الزكات بيبقى في وجدة حتى واحد بلا دار ولا بعيد هي في وجدة الملاير مليار يخص يخرج خمسة وعشرين مليون عيد قاعد وجدة مليار وهذا كان شي عندنا هنا اللي مرفر اللي بغي دي اللي بغي دي الخير يخصي يفوت بالخير يفوتوا مجيه اخرى ما يمشيش عن المساكين يخصي فوتوا على عالم فولاني ولا على الزم يطال فولاني العالم غدا يدخلك الجنة الى عندك ما تعطيش العبد الله تقولوا عطي المساكين روح انت تعرف المساكين يعطيهم ديرك بينكم بسيدة ربي اللي عطتني ايانا يا انت تستأمينوني انا على الفلوس لا يخصي ان شاء الله تعالى دير الخير ديركت دير ديركت المساكين اللي بغي تصدر بنتات مشي وتمشي تدور على المساكين وتعطي المساكين هل يجوز بيع متاع البيت او السلف وذلك مجيش الى الضحية بالنسبة لبقى بيع متاع البيت هذه من الالام التي نتجرع في ايام العيد ايام العيد هي ايام فرح وايام تضحية ومحتى يبقى وحبابنا يبيعوا ذاك المتاع الدين هذي واحدة ثانية ذاك اللي يشري عليه يلا يشري عليه ويستغل الحاجة دياله اسمه هو هذا ظالم لا تستغل حاجة اخيك كي يعرف بايلة السيد رمضغوط عليه بولاده وخستوه يشري العيد يخري الصور وذك السيد يجي يشري كيعطيه ثمان قليل ما تشريش عليه اردلو هذا كش يقولو ان شاء الله نحاولو نتعافرو وهالشي ماشي مفروض اما يمشي يسلف يلا يسلف بالربارة مصيبة وكارثة وجهل بالدين ويلا يسلف فلوس من عند السيد يعني بلالان تيريس هذا واحد من زوج اما ان يكون عنده شي مدخول ويقدري يخلص هذا نقوله لو دي ما عليكش ما عليكش رأى عندك انت ما الصحيح لا انت يا ما عندكش مكمل ما عندك حتى شي مصدرت على الدخل اللي يجبون نهاري يعبه الليل انت علش غدت بشي تحمل روحك ما لا يحملك الله الاسلام جاء لي رفع الحراج فلماذا توقع ونفسك في الحراج الاسلام جاء لي رفع الحراج عنك فلماذا تعاكس مراد الله من عباد الله حلاش حكم الاضحية ولمتسن هذا اتكلمت عليها ان شاء الله الهارة الهارة باكل شي حكم الاضحية واسمه هي زيد سنة مؤكدة للقادر عليها واللي ما قادرش عليها زيد مع لهواله جماعة الحوتي لم نستهدف العنق الامارات لان هناك تغير ايجابي في موقفها بعد التقارب الايراني عمرو كانت الامارات ضد ايران عمرو ما كانت عمرو ما كانت امارات ضد ايران علاش علاش لماذا علاش لان اكبر اكبر تبادل تجاري بين ايران ودول اخرى هي ما بين ايران وبين الامارات تسعين في المئة ديال الصادرات ديال الواردة انت ايران جايين منين؟ من الامارات امارات تشري من العالم مني كانوا يديرين عليها زعمالة الحصر عليها يعني الامارات تشري من العالم وسمحي لها تحت لتحت اتبع عليها العيران كانت شوفوا الان يعني كانت تقارب وكذا لا هذا كانت تقارب من البكري هذا كان يوري وكذا الاخر يوريوا للناس باين الاركين واحدة الان وعطى الاخر قال لك هل يجوزوا لنا احنا ننسى باش نقلسوا في ابواب المنازل في هذا الصيف الحمان الحمان في هذا الصيف في اللين نخرجوا ان شاء الله ونقلسوا في احنا ججارات نقلسوا احد البيبان واش مزيان واش مزيان هذا السؤال يا ابنتي سأله الرجال وليس النساء لرسول الله قالوا يا رسول الله نحن نجلسوا في هذه المجالس لاننا نبي قالوا اياكم والجلوس في الطرقات هذا الطرق الناس غادينا اياكم والجلوس في الطرقات الصحاباء قالوا يودي ليس لنا بد من الجلس ما عندناش ما كانش بكريقهاوي ولا كان ما عندناش قالوا من بيصل اذا كان لابد اذا كان لابد فاعطوا الطريقة حقا اسموه الطريقة واسموه الحق داعا واسموه إفشاوا السلام والناردوا السلام وغضوا البصر زين والأمر بالمعروفة وجناناك تجلس في الطريق يخصك نعم استعطي لحقها حق الطريق واسبو اولا تغذي الباصل مشي هذي الطالعة هذي هودا هذا فين غادي هذا تقدر بحالة اخر ثم ان شاء الله تباركتاء يعني تفشي السلام ولا ترد السلام ثم تقبر معروف كتشوفشي ملكر تنهى عنه وتقبر من معروف هل تستطيع ان تقوم بذلك اذا كنت تستطيع فمرحبا اجلس في الطرقات لان الجزء تعك واسمه نافع وليس بيه ظار اولا تغذي البصر مشي ظار ترد السلام استنفع وتأمر معروف تنهى منكر راها تستنفعك على الامة معك اذا ما تذروا سلوحك وتنفع روحك بالسلام وتنفع المجتمع بالامر والناه اذا انت ثلاثا انت مع الدوائر ديال الخير صحي لا ما قلش تقدر دير هالشي الى قلس التنبا الى بقيت ما تغذيش البصار وما ترجل السلام وتشوف المونكارات وما تدير كذا اه غادي في كل قلسة غادي تدي واحد العدد انت على السياءة انت في غينين عنها هذا علمن على الرجال والنساء النساء عندهما عندهما ثلاثة او ما عندهما اذا غادي نقولوا للنساء يجوزوا لكم تتقلسوا ان شاء الله عند البيبان ديال بيوت نتاعكم اوالا تغذوا البصار ثانيا تردوا السلام ثالثا شقول هذا اللي يسلم عليكم ثالثاً امر المعرفة انه الموتر هاا صافي ورابعاً واسمه واش تخرجوا انتم قلسة عريانا ثم قابت خدوا شعر الحقوق الطريق اللي قالها اني بلا الرجال بعد ذيك طريقاً تعال قلسنتاكم الشعر عريانتي وبنتك انا نشوفهم بنتها وجارتها والخرج شعر وديرين هاكذا وجابين المسجالة وقالسين هكذا وديري مناضة وقالوا روح يا موحند اللي يجا يشوفوا هما يضحكوا له يوارعوا العمر بالمعروف وروح يا غض البصار وروح يا هك يا موحند يا وديا هك يا موحند يا وديا هذك القليس أديال الطرقات بذك اللباس بذك الموضوع اللي اجتمعوا عليه بهذك الرجال اللي فيتين عليكم بهذك النظارات منتاع الرجال جذئا في ثياب هذا كله إثم تتحملونه فأنتم في غينا عن ذلك فلو أن كنا جلستونا في بيوتكم وبلعتوا على رحكم الباب ودرتوا كويس انت على تاي ونقصرتوا هذا الشي وهدرتوا في شي موضوع مزيان لكان أفضل ولا كان أليق ولا كان أطيب من الله لأن ما بغيتش يقول شي حواج خورين بذلك اتقوا الله في هذه المجال السيائية والنساء سخصيتون أنتم على الجلاس على البيبان ما تقلسوش وخطا متحجيبة لأن أنت يوخارك حطار ميروح كذا ولكن يجي الراجل راحنا احنا على الرجال ما فينا ما يصلح والنساء ما فينا ما يصلح غير الله يعفو علينا ولذلك الإنسان دايما كيسبق سوء الظن هنا في قضية الأعراض دايما تسبق سوء في قضية الأعراض ما شيب حد قضية الأموال قضية الأعراض تسبق دايما لا 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 قلسينها لا لا يقولها فنسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ المسلمين خاصة في هذا الصيف يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أحفظ أعراضنا أرد بنتنا الحجاب يا ربي اللي راك تسمع فينا وتشوف أحفظنا بنتنا وأحفظنا أعراضنا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إننا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء ونعتذر إليك مما يفعل نساؤنا اللا إلا يعلمنا خطورة ما يفعل اللي را ما عرفه ترام دايرين نتبرأ منهم واللي ما عرفاش نعتذر إليه النحتان وباللي غلاهن إن شاء الله وصل الله على حبيبنا محمد والله تعالى على وعلم